سهلا كيف حالكم في نسمونها مكرونة الفراشات الفيونكا الباو نسميها نسميها في النهاية بنطلع طبخة مرة بسيطة جميلة صينية حقت سفرة رمضان فبتحجبكم ومرة بسيطة سهلا اليومين هذي قاد نسوي طبخات بسيطة عشان تبقونها معي ترام اول خطوة كالعادة كده بس تخليها مدة تقريبا عشر دقائق عندي هنا الجبنة السائلة ننزلها على طول مكرونة نفسها وبدأ اخرطها معها كده كده بسم الله كده بسم الله مرة صار كده بسم الله كده بسم الله نقصه مرة صار مرة نقصه بصير كده بسم الله كده بسم الله الثوم. كلهم طبعا. النهاية نزل الدجاج. وبدأ احمس. كلنا رحالية شوي. عندنا الطبقة الثالثة. أول شيء نزل هو كرامة الطبخ. أبدأ نزل عليه اللي هو بارميزان شيز. طبعا نزل كمية مرة كبيرة. شوفوا شنون طلع. ثقيل. الآن قوامة مرة ثقيل. شايفين. نبدأ نزل عليه جبنة المزرق له. هذا على الحجم اللي انتبغواه. تحركه شوي وتشيله بره على طول. تقريبا كده جاهز عندي. شايفين. خلاص الحين حشواتي كلها جاهزة عندي. ببدأ اول شيء. ميكورونة عندي. نزلها. يبتكون اول طبقة. ميكورونة بالجمد. ميكورونة بالجمد. نضغطها شوي. بعدها على طول. تجاهز. الحشوة. مع الحشوة بعد تنزل اللي هو الريحان. كده. عندنا في النهاية اللي هو الخليط اللي سونا مع بعض الخليط. لابيض هذا. بسم الله. بسم الله. نزلها. وفاق يجبن. لوجه من مزرين. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. حسنا. اشتركوا في القناة. بسم الله. نجربها معكم. نجربها هذه. حاب وحاب. ما شاء الله ما شاء الله شكرا